الحجر المدني في العراق وبغداد انتظرنا النتائج البارحة المفوضية العلية للانتخابات علنت انه انتهى التصويت وانتهى الفريز وانتهى الاعلان الفائزين وللأسف بعض الفاسدين صعدوا الى البرلمان بعض المجرمين من السجن الى البرلمان مثل ليث الدليمي اليوم امس يتظاهر بالارهاب والتفجير واليوم يتظاهر بالمواطنية ويتظاهر بالبرلمان الله موجود ان شاء الله لاجل نصرتنا ولا نسكت على هذا الشيء وسوف نحشد الجيوش المدنية لاجل وقوفنا امام هذه الظاهرة وهي من السجن الى البرلمان هل يرضيكم هذا الشيء يا ناس يا عالم لحد يسكت على هذا الباطل مفوضية مسيسة ليش يتشي ليش ليش اليوم اليوم اللي من السجن يصعد للبرلمان ومن جاهد ومن ضحه وخسر الارواح اليوم يصير خارج قبة البرلمان اليوم المفوضية الانتخابات علنت ببيانها الرسمي باعلان الفائزين ونعلن احنا ببياننا الرسمي انه هذي هم الفائزين وليس الفائزين بعضهم وليس موكلهم للأسف اكو بعض اللي نجحوا بالانتخابات هم من الفاسدين من كان ضد الحجد الشعبي من كان ضد الشعبية العراقية من كان ضد المناطق الساخنة مع الارهابيين اليوم يتصدى للبرلمان جاي في يصعد للبرلمان وليس الدليمي يصعد للبرلمان للأسف الشعب العراقي يسكت تعلمنا على السكتة تعلمنا عنه نقول ما لشغل شعلية كافية ناس كافي ظلوم انه احنا وصلنا مرحلة فساد مو طبيعي وهو تزوير انتخابات زي انت حكومة راح تجيك نصة مزورة اشلون راح يخدموك اشلون راح يطون للعوائل اشلون للشهدات اشلون للجرح اشلون المستشفيات الجسور البنية التحتية الصحة النفوط هاي كلها راح يبوقوك انت يا شعب العراقي اصحى اصحى كافي نوم كافي مذلة قضيناها مذلة زين انت المنضحيت وطلعت على السواتر مرجعيتك تقول المجرب لا يجرب انت ترجع تجربه الي ليش يشي حلال حرام انت جاي تسوي اصحوا يا ناس يا عالم والله ملينا منها هذا العراق من من وراها الوجوه نفسها تنعاد علينا يعني يا ناس يا عالم التقى الله الكتل السياسية مو نجاح بعد ما لشغل بالغير ليش كنا دافع وطعا بالانتخابات مو انه نجحت خذت لي اتشم كرسي والله ما لشغل يلا انا اخذت النار الخبستي لا دافع عن شعبك ودافع هي غيرتك غيرتك يا ناس يا عالم من نوب التاني اربع سنوات يلا نغير وجوه هي شين قضيتوها اقصاد علينا التقى الله بهاي الناس والله العظيم الشعب المصري سقط حكومتين اوت لهذا وانتم حكومة واحدة ما تقدرون سقطوها مليان من هاي الشي حيدر العبادي او كانت الفصائل المسلحة او كلها هي اتجاه واحد لاجل خدمة هذا المجتمع اتقى الله بينه اتقى الله بينه وهيهات منه الذلة هيهات منه الذلة الامانة العامة للحجر المدني وعلى رأسها ابو نمر الصافي لا نسكت على هذا الشي